بص يا فت عايز احكي لك على حاجة امكان انت ما تعرفهاش ليه اخت سمع جانت جانت فجئنا انه من اربع شهور جالها كانزر وبعدين ده قلب حياتنا كلنا طبعا وبعدين انا بحضر مع كنيسة اونلاين ابتدت شاركهم المرض حجمه كبير والدكات رأولها هنمشي مشوار صعب وهنكون بناخد جلسات كيموي جامدة جدا وهنشوف عركب نعمل ايه عايز اشاركك على الكنيسة سلط وعلنت سلطان الله الشافي على هذا الجسد المكالمة انا متكلم من اربع خمس ايام بتطمن اتقال الآتي يا ايفت من بعد تالت جلسة كيموي الدكتورة بتقول لها في حاجة غريبة بتحصل في جسمك انا مش عارفها ايه الكنسر حجمه قل للنص في تالت جلسة كيموي استجابة الجسد استجابة المرض سريعة جدا جدا فهاي بتقول لا في حاجة غريبة بتحصل معاك انا مش عارفها ايه لكن احنا عارفين ان اللي الدفع علينا بسلطان اسم الرب يسوع بنقره وبنشرعه انه شفى ليك وحياة ليك يا جنات ان نعلم سلطان الله على هذا الجسد فيقول وده فرق بين واحد قاصر مش عارف اللي ليه واحد ماسك ده انت قل وده مراسي مش هسيبه مراسي من مد ومن سلطان ومن قوة احنا يا سلطان على الروح الشريفات لينا سلطان دفع للرب يسوع كل شيء ونقدر بالله قادرون بيه هو بمراسنا اللي فيه على هدم حصول نقدر باللي الدفع علينا من مد ومن قوة ان احنا نكون بنصنع باسمه مبارك اسمه اسم الرب يسوع عشان كده انا باندا على كل حد النهاردة خد مراسك غير على كل مؤمن بيقول انا تعبان وزروفي وي وي عايز اقول لك خد مراسك خد مكانك اتمسد بمراسك ابتدي تلي اعلم انا وارث لله انا مش قاصر وما تحياش حياة القاصر ايش حياة المتمتع بالمرأة